موسيقى قالت وزارة الدفاع التايوانية إن عشرة طائرات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان وهو حاجز غير رسمي بين الصين وتايوان هذا وقامت أقوات جوية الصينية مراراً وتكراراً بالتحليق عبر الخط خلال الأسبوع الماضي في إطار مناورات حربية نظمت رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لكزيرة والتي عرضتها بكين بالشدة موسيقى أجرى ألاف جنود من إندونيسيا والولايات المتحدة ودول حليفة تدريبات بالذخيرات الحية في إندونيسيا في إطار مناورات عسكرية سنوية وأكدت الولايات المتحدة أن هذه التدريبات المشتركة لا تستهدف أي دولة من جانبه تحدث قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ عن بوادر صراع في مضيق تايوان بعدما أجرت الصين فيه أضخم مناوراتها حتى الآن حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وقال إن بلاده ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان قررت الصين اعتماد عقوبات على نائب وزير النقل والمواصلات وتعليق جميع أشكال التبادل مع وزارة النقل والاتصالات اللتوانية وأعلنت بكين في بياننا على موقع وزارة الخارجية الصينية تعليق التبادل والتعاون مع لتوانيا في مجال النقل البري الدولي أيضاً وإتدالك على خلفية قيام نائب وزير النقل والمواصلات في لتوانيا بزيارة تايوان وأكدت الخارجية الصينية أن زيارة تنتهك مبدأ الصين الواحدة وتتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتقود سيادتها ووحدة أراضيها